اشتركوا في القناة هتبقى تكملة وليس ريبوت الحمد لله يعني عشان الواحد خلاص يعني يزهق من كمية الريبوت اللي بتتعمل ريسنتي في هوليوود يعني كفاية كفاية ريبوت كفاية بريكولز بقى يعني كفاية كده فاحنا عندنا احداث فيلم تريلوجي بعد التريلوجي هتنزل الله اعلم الفيلم ده برضو حيبقى تريلوجي ولا لا بس احنا عندنا النهاردة ده حيكون اتقال انه حيكون اول فيلم في السلسلة بس ما تقالش السلسلة هتكون فيها كام جزء الله اعلم بس غالبا مصراببلي انا شايف من وجهة نظري ممكن تبقى برضو تريلوجي جديدة الفيلم من اخراج ويس بول ده اللي كان مخرج فيلم بجميع اجزاءه او بتلت اجزاءه اللي هو الاولاني والتاني والتالت ده كيور و سكورتشرز تريلز ويهو ده يعتبر اهم حاجة كان عمله وكان عمل برضو يعني كان فيلم كده بطولة في فيلم معانا فرياполне ومعانا كيفين دورند ومعانا ويليام ميسي انا بحب ويليام ميسي بصراحة وبس باقي ممثلين كلهم يعتبروا جديد يعني مش نص معروفة قوي يعني على الاهل بالنسبBL呀 انا صراحة من محبين سلسلة افلام Planet of the Abe بحبهم جدا سلسلة سلسلة افلام Planet Of тот alguien خصوصا الجزء الاخير اللي هو بتاع War of the Planet of the Apes اللي هو بتاع سيزر وسبولر يا جماعة سبويلر أرلورت لما شابش بلانت اوف دي ايبس هو سيزار مات في الجزء القديم او الجزء الاخير اللي كان بتاع بلانت اوف دي ايبس فاحنا المرة دي بنتعرف على تريلوجي هتبقى شكلها تريلوجي ما تقلش صرفة بس شكلها كده هتبقى تريلوجي جديدة في عالم بلانت اوف دي ايبس واول فيلم منها يسمى كينجدوم بدا بلانت اوف دي ايبس انا هكون صراح معاكو انا مش فاكر احداث الفيلم القديم بصراحة يعني التلات اجزال قدام انا مش فاكر احداثهم فحاول يمكن قلقت حاجة كده ولا كده حاول افتكرها وانا بتفرج على التريلر لان التلات اجزال اللي فاتوا عدوا من زمان جدا فانا افتكر احداثه بجده هتبقى صعبة فاشخة فيما ده كان نزله تريلر على فكرة من حبة حلوين بس ما اتفرجتش عليه انا شفت التيزر بتاعه شفت التيزر بتاع التريلر لما جا نزل التريلر بعدها ما اتفرجتش عليه وفات وقت كبير جدا فطبعا طبيعيا مش حامله تريلر ري اكشن اللي فات وقت كبير فما كنت شفت التريلر كنت شايف التيزر من كام يوم نزل التريلر او الوفيشيل تريلر او الفاينل تريلر بتاع بلانت اوف دي ايبس الجديد فقلت حنتاز الفرصة وحعمله تريلر ري اكشن بما ان ما عملتش تريلر ري اكشن للتريلر الاخير اللي كان نزل وطبعا كلاعادة ما تشوفش التريلر ولا مرة اشوفه معكدولو دي اول مرة كينغ دوم اوف دي ايبس يلا بينا اتنتظر كيف يتعلم هناك خطوة م 떠�ان الم所اد اكشر اشعر اتنه 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 انا انا اسم مي هذا كان مكان الناس انه ليس لديك انه لدينا كل شيء عن هذا العالم لا جامد جامد فشخ بصوا انا زي ما قلت انا اسف انا للاسف مش فكر اي احداث خالص من الاجزاء القديمة لان بجد حقيقي الاتف الأديم لما نزلوا وقتها انا تفرجت عليهم من ساعتها من بعد ده اخر جزء World of the Planet of the Apes انا ما شفته همش تاني يعني اخر جزء World of the Planet of the Apes لما نزل انا ما شفتش سلسلة تاني بعدها فطبعا مستحيل ان انا افتكر اي نوع من انواع الديتيلز بس انا حاسس ان البيت دي اسمها مي انا حاسس انها ليه علاقة بالاجزاء القديمة حاسس يعني مش عايز افتي بس حاسس يعني اريت لو حد يفيدنا ويقولنا في الكومنتز الفيلم ده هينزل كمان عشر ايام انا مصدوم انا مكنتش عرف ان هو هينزل عشر ايام ده احنا اين يا باشا ده الفيلم ده قصا والله العظيم مفروض مفروض ان هو يتشاف اي ماكس بس انا طبعا موجود في محافظة للاسف ما فيهاش اي ماكس يعني حاجة يعني يعني مش عارف اقول ايه يعني حاسبي والله وانا اعمل وكيلي يعني طالما يعني في افلام انا حاسس ان في افلام كتيرة فشخ السنة دي هتنزل اي ماكس يعني عندك ده وعندك داد بول وولفرين ودجوكر وفي افلام كتيرة يعني حرام بجد يعني انا موجود في محافظة للاسف ما بيعترفوش بحاجة اسمها اي ماكس اخرهم ماكس ما عندهمش اي ماكس يعني احنا قدنا لك ماكس ومس شننا الاي يعني يا ربنا برضو ما بيديش كل حاجة الفيلم هينزل يوم عشرة مايو في الفين اربعة وعشرين السنة دي على طبعا مش هينزل العلمصات هينزل في السينما هينزل واقع وهينزل هينزل دولبي سينما وهينزل اي ماكس انا الفيلم ده بصراحة عجبني جدا التريلر عجبني جدا 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 التريلر طبعا قبل ما الواحد يخش الفيلم ده طبعا هيعمل شوية ريسيرشز حلوة كده عشان برضو يعمل ريفراشمنت للماموريز بتاعته لان زي ما قلتلكم للأسف الفيلم ده انا احداثه مش فاكرة خالص لان احداث الفيلم ده ثلاث افلام اللي فاته كان فيها احداث كتيرة فاشخة فاني افتكر احداث بصراحة تبقى صعبة جدا يعني الموضوع يبقى صعبة فاشخة فكده كده هيبقى فيه شوية يعني ريفراشمنت زي ما بقول كده قبل ما اخش الفيلم يوم عشرة مايو الله اعلم بقى هنا هينزل فعلا عشرة مايو برضو ولا هينزل قبلها بيوم بيومين لان انتو عارفين دايما او هينزل بعدها لان انتو عارفين فيه افلام في مصر يعني بيبقى لها اقبال او بالناس بتبقى عارفة اللي بيعملوا الريليس للأفلام في السينما بيبقى عارفين ان فيه افلام معينة الناس بتستناها فبتنزل قبلها بيوم او بيومين قبل امريكا فدي حاجة شابو ليهم بصراحة بس انا اوفر اول انا متحمس فشخ انا متحمس فشخ داية التريلر ما كانتش احسن حاجة بصراحة بس مع مرور احداث التريلر والوقت بتاع التريلر ابتدت من نصه بصراحة الاحداث تبقى جامدة فشخ والفيلان اللي موجود فيه ده شكله هيبقى جامد يعني انا اسمه بروكسيموس تقريبا وليس انا اسمه بروكسيموس سيزر فمحتاج اعمل فيسراته لان بصراحة بجد محبش اتفرج على حاجة كده وحس انه نتاية فأنا قبل الفيلم ده ما هي ينزل لازم ان الواحد يتفرج على شو احاجات كده يجد ايديا زي السنة عمتا نسبة ترقوبه للفيلم ده هي 8 من 10 أم اذا شكله فيلم القوي وانا بصراحة يعني اشافه نوجة نظري لو انت من محبين السلسلة بتاع بلانت اف دي اي بس عمتا أو كوكب القرود لازم تتفرج عليه في السينما يا باشا ولازم تتفرج عليه آيماكس الفيلم ده ما ينفعش تتفرج عليه عادي يعني سك أو ضغلي بقولها لكم فيلم حلو وفيلم وحش نوعي فيه أفلام كده معينة ما ينفعش تتفرج عليها سينما عادية لازم آيماكس لو عندك في محافظتك سينما بتعرض آيماكس خش يا باشا آيماكس في أفلام كده ما ينفعش تفوتها آيماكس بصراحة ما عنديش أي حاجة تانية أولى عن فيلم اشتركوا في القناة